تشكل هذه المياه الراكدة مصدراً رئيسياً لجلب الأمراض والكثير من الأوبئة المنتشرة اليوم في محافظة الحديدة خصوصاً مع دخول فصل الصيف وتدفق السيول التي تختلط مع مياه الصرف الصحي لتشكل هذه البركة الملوثة مؤخراً انتشر مرض حم الظنك الذي بات يهدد حياة المواطنين ومعه تتضاعف معاناتهم في ظل انتشار الحماء الذي لم يكن ينقص أبناء هذه المحافظة سواه ليفاقم مشاكلهم الصحية يرقد العشرات من المرضى هنا وقد حصد الوباء أرواح من أصابهم في السابق من الرجال والنساء والأطفال فليس ثمة من جهة تستطيع حصر الأعداد التي أصابتها حم الظنك حتى الآن إذ يجد البعوض الناقل للملاريا فرصة مناسبة في فصل الصيف للانتشار ونقل المرض خصوصاً في غياب برامج مكافحة الملاريا والرش الصحي وانعدام حملات التوعية ظاهرة حم الظنك وانتشارها في الحديدة أولاً نتحدث عن أسباب انتشارها وهي أسباب وجود موسم الملاريا أو بعوض الملاريا اللي نناقل الأساسي لها وأسباب انتشارها بسبب سوء النظافة ونقول المناعة الملاريا وعلى الرغم من مشاكل المحافظة المتفاقمة في الجانب الاقتصادي المتردي ساهمت حرب الميليشيا أيضاً من تدهور الوضع الصحي وتسبب النقص الحاد في توفير الإمكانيات التشخيصية والعلاجية ترجمة نانسي قنقر